اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد حل هذا العيد محل عيد الاسابيع اللي كانوا يسمي البكورة احد العياد السلاسة الكبرى في اليهودية وكان ترتيبه بامر الهي ورد في سفر التسنية ستاشر تسعة يقول سبع اسابيع بحساب عيد الفصح مباشرة يكون هذا العيد ولهذا كان عيد حلول الروح القدس بعد فصحنا الحقيقي بعد القيامة بسبعة اسابيع كاملة في يوم الخمسين حل الروح القدس على الرسل وهم مجتمعين في العلية بنفس واحدة وروح واحدة حل روح الله على الطبيعة البشرية فخلق منها خلقة جديدة صارت هي الكنيسة جسد المسيح والمسيح هو رأسها كيف ولدت الكنيسة في يوم الخمسين انسكب الروح القدس في شكل ألسنة نار فحرق شوائب الإنسان العتيق ووحد الكنيسة في شكل جسد مقدس هو جسد المسيح في تعريفات للروح القدس هو روح الله هو اقنوم الحياة في السلوس القدوس وبيعرف القديس كوروليس الأرشاليمي انه اقنوم إلهي غير مفحوظ هو العنصر الحي الذي يقدس الذي خلق الله بالمسيح الروح القدس هو موجود منذ الأزل وينيجي في سفر التكوين أصح واحد آية اثنين يعني الآية الثانية في سفر التكوين في نجي المقدس يقول وكان روح الله يرف على وجه المياه كيه أسماء للروح القدس كتيرا منها روح الحق الروح المعزي روح الله روح الآب روح المسيح سموه روح القداسة روح التبني روح العكمة والفهم روح الموعد روح النعمة دي كلها أسماء للروح القدس استوطن الروح القدس مرة واحدة وإلى الأبد بالكنيسة فالكنيسة لها بداية هو يوم الخمسين يعني بداية الكنيسة أو ولادة الكنيسة كان يوم الخمسين يوم عدير عيد حلول الروح القدس ولكن عمرها ليس لها نهاية لأنها بالروح القدس صارت جسد المسيح الأبدي لم تعد الكنيسة محتاجة لحلول الروح مرة أخرى كيوم الخمسين اللي حصل في يوم الخمسين لأنها مستوطن فيها إلى الأبد بل أصبح في إمكانيتها أن طاعت الروح القدس كل يوم بنتيها طاعت الروح القدس الكنيسة كل يوم لأولادها حبائي زي ما ربنا كده خلى آدم وحوة من التراب مرة واحدة بعد ذلك أعطاهم القدرة على إنجاب الأولاد وعطاهم الحياة ولم يعد هناك حاجة للخلق من التراب مرة أخرى كذلك الروح القدس النهاردة في يوم الخمسين حل مرة واحدة وخلق الكنيسة وعطاها القدرة على الإنجاب الأولاد إنجاب الأولاد بالمعمودية وعطاها الروح القدس في سر الميرون ومواهب الأولاد في أسرار الكنيسة وتحولت الكنيسة إلى أم والدة تلد وتهب وتعطي لأولادها كل يوم يا حبائي كما حل الروح القدس في أسرار الكنيسة السبعة ليجعل لها فعالية جوهرية سرية في حياة الامنين يقبلون بإيمان تم بفعالية السر روح القدس زي ما نشوف كده لما بحل الروح القدس في سر المعمودية في تقديس الماء لما بنجي بنغطس الطفل في الجرن المعمودية بقوله أعمدك باسم العاب والإب والروح القدس وبندي السر برضو في سر الميرون وبعد كده في سر الأفخارسية سر التناول بحل الروح القدس على الأسرار ويتحول إلى جسد المسيح ودمه بحلول الروح القدس عليها فحلول الروح القدس في كنيسة العهد الجديد هو حلول دائم إلى الأبد لأنه يمكس فيها الأبد حسب بعض الله لها حبائي إيه طبيعة الروح القدس روح واحد لا يطيق الإنقسام لذلك حل على التلميذ وهم مجتمعين في العلية وكانت معهم نريمات كان مجتمعين وليس منفردين فالذي يعرف الروح القدس يسعى لوحدانية الكنيسة بكل جهد حد الدم على فكرة الكنيسة المنقسم على ذاتها لا يحل فيها القدس بل ينطفئ فيها الروح القدس بسبب الانقسام حبائي طبيعة الروح القدس طبيعة نارية تطهر وتقدس فالروح لو عمل سري في الكنيسة يا حبائي هو حياة القداسة أول عمل بيعمله في الكنيسة الروح القدس هو حياة القداسة نار تلهى بالقلب بالحب لله يدخل كده يولى في الإنسان بنار متقدة نار متقدة في الخدمة مثل التلاميذ والرسل يعني مجرد محل عليهم الروح القدس انطرقوا في الكرازة وما كانش بهمهم لا أتعاب ولا أصهار ولا اتهدات ولا ضرب ولا شتايم وكان ينطلقوا وكرزوا في المسكونة كلها وقال لهم المسيح لا تبرحوا وشاليم الأمي يحل عليكم الروح القدس بعد محل الروح القدس انطلقوا للكرازة في كل المسكونة كلها يا حبائي والبونس الرسول من لا يفسدنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اتغاض أم جوار واحتملوا قدي إيه التلاميذ بس كانوا بيحتملوه بالروح القدس اللي جواهم احتملوا ضرب وهنات وسجون وبطرس انسجن وهو في السجن كان نايم ويجي الملك يفتح باب السجن وبونس دخل السجن كم مرة وكم من الجلدات وكل ده كان الروح القدس اللي هو يحميهم وكان هو يعينهم في الكراز يا حبائي الروح القدس أصبح ساكن فينا يخلق من الضعف بتاعنا قوة غير محدودة هل تدرك هذا يا حبيبي بطرس اللي كانت سياد سمك صار إيه سياد للناس دفعزة واحدة بعد حلو الروح القدس خلص ثلاثة لاف نفس وعمدهم بعد كده يا حبائي وبقيت التلاميس لا كان لا مهلات ولا 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 كلام ده كله لكن بالروح القدس اللي خدوه في يوم الخمسين كرزوا وانطلقوا واشتغلوا به بالروح القدس يا حبائي على فكرة الروح القدس متواضع ما يسكنش اللي في النفوس المتواضع لكن نفس نفس المتكبرة الروح القدس ما يدخلش فيها ولا يعمل فيها هو روح الحب الروح القدس روح الحب ينطفئ الروح القدس في القلوب المملوءة بالحق أو الغضب أو الغيرة أو الإدانة لو قلب إنسان مولود بالحق أو غيرة أو دانة أو غيره تلاقي الروح القدس ينطفئ فيها حبائي الروح القدس هو روح الخداسة ينطفئ وسط النجاسة لم يدخل كده وقلب واحد نجد ما يدخلش فيه ينطفئ فيها حبائي الروح القدس يلهب الإنسان في الصلاة بالحب والاتضاع والروح القدس يقول كده بالصلاة يأخذ مما للمسيح ويعطينا بيدينا شكل المسيح يعطينا تواضع المسيح يدينا حكمته يدينا حب المسيح يدينا بزل المسيح نصير شكله لأننا إيه أولاد وحبائي نصلي النهاردة نقول وبنقولها في الأجبية أيها الروح المعزي يا رب في عيد ميلاد الكنيسة نطلطيك أن تلهدنا بنار حبك وخدمتك وتعطيها الروح الواحد للكنيسة كلها أن تعي حياته الوحدانية ونبت عن منها روح العالم روح الغدر روح الانقسام ونخلق كل شيء جديد ونقوله يا رب النهاردة في يوم حياته الروح القدس يدينا قلبا نقيا يخلق فيها الله وروحا مستقيما جددوا فيها حشاين الروح القدس يتكلم ويعلم ويذكر الناس ويرشدهم ويبكت الخطوة على خطيئة بتاعتهم أكيد كل واحد مننا مجرد قبل ما يعمل خطيئة تلاقي فيه روح ربنا جواه يقوله ابعد وتلاقي فيه بيسمع لصوت ربنا أو لصوت روح القدس جواه وفي ناس تندرك في الخطيئة حباين يقود المؤمنين أيضا روح القدس يقيم الرعاة يعني في سيامة الكهنة روح القدس لما يجي البترك أو الأسقف لما يكون ندعوك وبيدها تلات مرات بيحل روح القدس على الكهن وهو كان شخص علماني ويسير يقدس الأسرار ككهن أو برضو فيه رسامة أو سيامة الأسقفة الروح القدس بيحل على الأسقفة والرعاة كلهم وعلى البترك أسناها الرسامة بتاعته أيضا يا حباين لو شفته وكنتم موجودين يوم تجليس وسيامة خدسة البابا تدرس الثاني عندنا كام ساعة في الكنيسة وصلاوات أديه اللي اتعملت والأسقفة كلهم صلوا واشتركوا وحل الروح القدس في هذا اليوم على خدسته الروح القدس يجعلنا روحيين وشركاء في المجد الولاي ونكون أكثر كرامة من الملائكة بالروح القدس يا حباين يعلن عن صفاتنا ويعلن أيضا أسرار الخلاص المفرحة ليعطي النفس دايما الروح القدس يعطي رجاء يعطي فرح يعطي تعزية يعطي سلام حتى في أضغط لحظات التوبة وسط التهنات المرة ودموع التوبة تلاقي الروح القدس يعزي ويعطي الإنسان حتى في أضغط لحظات التعب والتوبة والتنهدات المرة ويعطي سلام ويعطي فرح للنفس أحباين هو السراج الذي ينير البيت المظلم وحنازل ننظر أفكارنا كيف كانت مدفونة في دنس الخطيئة ووحلها ثم تشرق الشمس فأترى النفس هلالها بالضبط كده أشبه لكم الحكاية دي إزاي إن الروح القدس بيخلي الناس يكشف النفس أفكارها وحاجاتها جواها لما نيجي تكون في قوضة ظلمة والشمس طلعه بس فيه شباك صغير داخل منه شعاع نور شمس في القوضة الظلمة كل واحد منكم يبص كده على الشعاع ده اللي داخله أنت قاعد هتلاقي فيه شوائب وهي ده شمس البر المسيح والروح القدس هو اللي بيكشف هذه الشوائب يا حباي الروح القدس يسند الإنسان المجاهد في حربه ضد الشهوات الجسد وخطايا النفس يا حباي الروح القدس يسند أو يقود الإنسان المجاهد في صومه وصلواته وأسهاره بتلاقي فيها صلاته وأسوامه وصهره فيها عزوبة في تبته وبيدخل لتطهير النفس والجسد معنا حباي على فكرة الروح القدس يعطي قانون للعينين متى تنظر باستقامة ونقاوة ولا يكون فيها غش أو نظرة غير طهرة دايما الروح القدس يرشد العين أو يحافظ على العين وده قانون ما تبصش للنجاسة ولا تبص لحاجات المش كويسة لكن دايما تبص للشيء الكويس والحاجات الطهرة يضع للأذنين قانون كيف ينبغي أن يسمع بسلام ولا تشتاخل سماع الكلام الرديع والنميمة تلاقي الودن فيها الروح القدس وممسوحة بالروح القدس لا ما تحبش تسمع كلام نديمة ولا الإدانة ولا الكلام الوحش ولا الأغاني الهبطة ولا الكلام ده كله لكن دايما الذنين اللي ممسوحين بالروح القدس تلاقيهم إيه ولذلك حتى لما بنيجر في رشامة الميرون للطفل بنيدر إيه راس والعينين والودان والبؤ وكل 36 عضاء الجذب بتتخدس بالروح القدس فتلاقي الودن تسمع الحاجات الكويسة والأمور الصالحة تسمع ترديلة تسمع تأمل تسمع كلمة الله باستمرار يعلم اللسان يعلم اللسان النقاوة والكلام الحسن وليس الكلام الرديع ياش في الإيدين اللي دهنت تلت هنا وفي القوع وفي الكتف ياش في الإيدين التي كانت تتحرك بطريقة مخلة مش كويسة يعلمها ويطهرها لكم يعمل بها في عمل الرحمة والصلاة وبذلك نقدر نقول مع داود النبي مظهور معي 41 ليكن رفع يداي كذبيحة مسائية تب بالإيد دي تقدم الرحمة تقدم عمل الله تقدم للمساكين تقدم للفؤرة كل عملها هو شركة الله يطهر البطن على فكرة فيه برضو في دهنة لروح القدس في يقل الطفل على البطن بتاعته يطهر البطن في أكلها وشربها يا دا قانون الأكل باعتدال على قدر محاجة الجسد ما باش في تلزل شهواني ما ناكلش بشهوان حتى في الأيام الأصوام أحيانا بنفرد في أسوامنا في أكلنا وفي شربنا ونقعد نجهز أنواع معينة من الأصوام وحلويات دا مش هو دا الصوم مش هو دا الصوم اللي عايز نروح القدس لا أبدا مرة كنت بقول في هذا يمكن أحيانا في الصيام نجيب طبع الفول كده ونقعد نحطله زيت ولمون ونحوجه وطحينة وكلام ونأكله بشهية ما بس يوم صدقون لو كلت أي أكله في الصيام بشهوة يبقى كده أنت ضيحت الصيام بتاعك وروح القدس مضبوط بالنسبة لأفكار الشهوة الروح القدس يعلم العقل كيف يميز بين مستويات الثلاثة في الشهوة يعلم العقل إزاي يقدر يميز بين المستويات الثلاثة للشهوة ممكن تصور كحركة طبيعية الشهوة لكن ممكن تصور بسبب النهل الأكل كتير وأكل أنواع معينة من الأكل فيها دهون وكلام من ده كله أو يصير الشيطان كحرب لقد يفقد الإنسان طهارته حبايا الروح القدس يعطي طهارة للقدمين لكي يتحرك وفق إرادته وتخدم في الأعمال الصالحة بدل من القدمين يروحوا الملاهي وأماكن اللهو والسينما تتحرك للقدمين للكنيسة يا حباه وتبطريها للكنيسة الروح القدس العادة نتكلم عنه يا طول الحديث لأنه هو ده اللي ساكن معانا وعايش معانا وهو اللي بيقودنا في كل تصرفاتنا وفي كل حركاتنا يا حباه أعزخدم بحاجة كويسة جدا قريت عن البابا كوروليس السادس وجامعة الروح القدس في الذكرة السنوية الأولى لنياحت البابا كوروليس السادس قدست البابا شنودة كان قال هذا قال لما زرت الامبراطور هلسلاسي حدثني عن محبته الكبيرة للبابا كوروليس السادس لدرجة قال إيه الامبراطور قال كده فقال للي الامبراطور بالحرف الواحد إنما إنني عندما كنت أجلس مع البابا كوروليس كنت أشعر بإني طفل صغير أمام أب كبير ده مين الامبراطور هلسلاسي الامبراطور السوبيا وكان أبونا تسمعوا المتنيح أبونا القمص صليب سوريال كان زه كان روح روما في سنة 1969 كان فيه مؤتمر هو كان بدرس القانون الكنسي في الكنيسة كان فيه مؤتمر للقانون الكنسي وتقابل مع بابا روما البابا بوليس السادس وسلم عليه وقال له أنا بحمل ليك تحيات البابا كوروليس السادس ده أبونا صليب بقول قداسة بابا روما البابا بوليس السادس فرد عليه قال له أن كرسي كنيستكم يتبوى الآن رجل قديس ورجل صلاة قل له أن يصلي من أجلي يعلق أبونا صليب سوريال وليه بين قدس البابا كوروليس أحس وشعر بشفاعة البابا كوروليس وأنه رجل صلاة كان أيامها برضو الدكتور اللبيب مشري رئيس الطائفة الإنجلي قال مخولة جميلة قال لو كان يتولى يتولى أمور الكنيسة القطية الرزوكسية شخص درس في أحسن الجامعات وحصل على أهل أعلى الشهادات لما استطاع أن يقود الكنيسة كما قادها البابا كوروليس السادس أنه يقول كده فاق خريجي أعظم الجامعات والحاصلين على أهل الشهادات الذين نلتم الصلاوات أنا هقول حاجة أول لأ أختم بيها ده حدثت مع ضعف أنا كلان ده سنة يناير 64 ده معجزة حصلت مع ضعف عن البابا كوروليس رجل الله رجل الصلاة اللي اعترى بيه المجمع الكنيسة القطية الرزوكسية بخدسته برئاسة البابا تدروس الثاني والأرشدية اللي نحب بجيرجس في جلسة بتاريخ 20 يوني 2013 في 20 يوني 2013 اعترف المجمع المقدس بخدست البابا كوروليس السادس والأرشدية اللي نحب بجيرجس ومن هذا التاريخ بتبنى كنيس على اسم بابا كوروليس بيذكر في مجمع القديسين وفي الخلاجة المقدس في الصلاة وفي تصبيحة القصة اللي عزختم بيها ودي حصلت معايا كنت في سنوية عام سنة 64 وكنت في الكنيسة المروسية اسكندرية الفصل التاعي كان في ثالث أول لما كنت أبص كده أبص على اللاية بتاعة البابا كوروليس كان نفس الاتجاه في الفصل كده لأنه كان بيقعد دائما في اسكندرية ف جينا نكتب السمارات كان كان 24 نناير تاريخ من سهوش سنة 64 أنا كان اسمي مختلف يعني اسمي واسم أبويا غير اسم إخواتي وعملت قضية تغيير الاسم عندنا في مغاغة محافظة المانيا وصدر الحكم بتغيير اسمي السليم في أول يناير 64 وجينا نكتب الاستمارات ما كانش الحكم جالي في اسكندرية فكان الله ناح نفسه أستاذ حبيب جير كان مدير المدرسة فقلت له ده أنا حصل في حكم قضائي بتغيير الاسم بتاعي قال لي أنا ما قدرش أكتب في الاستمارة إيه اللي موجود في شهات الميلاد عندي دلوقت كان يوم الكلام يوم خميس خلي بالكم معايا أنا معاك لغتي يوم الاتنين لو جبت للحكم هنكتب الاستمارة طبع لو كتب الاستمارة بالاسم العديم وجاء الحكم الجديد ممكن يحصل للمشكلة أنا طلحت من الفصل طلحت على رباب كوروليس فوق كان دائما واخد عليه ودخلت الالاية بتاعته أول ما دخلت فيه 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 باولك مالك مالك هو كان طريف كده مالك مالك باقبص وراح ضريدنا على رأسي وقالوا حصل كذا 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 وقالوا لما جيت في الحكم ما يحصل كذا روح روح في السكة في السكة روح روح في السكة طبعا أنا مخدش علاطيت روحت البيت عملت تلفونات عندنا للبلد في مغاغة وقلت لأخويا تروح المحكم يوم السبت ايو تبعت في البسطة تيجيب يوم السبت خلي بالكم اللي بعد الخميس ففتحوا لقيت الحكم وهو قال روح روح في السكة كان رجل الله فعلا كان مره ولز الكنيسة في أول اجتماع للمجمع المقدس برئاس قدس اعترفت بقداس البابا كورولوس لأنه كان مملوء من الروح القدس ربنا يدينا بركة ونعمة هذا العيد العظيم عيد الخمسين او عيد ميلادي الكنيسة عيد حلو روح قدس على التلاميذ انه نتمتع بركاته وهو ختام لعياد السيدية الكبرى ولهن كل مجد وكرامة الى الابد امين اشتركوا في القناة